الإمام الآخر وهو الإمام أبو ثور هكذا كنيته أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي والمتوفى سنة أربعين ومئتين الهجرة وأبو ثور فقيه له مذهب مستقل قائم بنفسه مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة هذا مذهب أبي ثور مذهب قائم بنفسه ولكنه مذهب درس أي محي وفقد وبقي مذكورا في بطول الكتب وقام أحد المعاصرين وجمع مذهب أبي ثور من بطول الكتب وطبع في مجلد عن دار الفرقان لأردن إمام عظيم جدا ولكن للأسف أبتلي بتلاميذ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لم ينقل علمه ولم يستجيب لواجباته ولا لدروسه فقط يحضروا درسه إيش ودروسه يحتوي بتلاميذ الشيك انشروا العلم ما عافية روحت لم يتوقف بقي يدرس مات ومات تلاميذه ومات علمه الذي ينشر علم الشيخ فقط بعد فضل الله هم التلاميذ إذا رأيت درسا مشهودا فاعلم بعد فضل الله هذا من التلاميذ إذا وجدت علم الشيخ ينتشر بعد فضل الله اعلم أن له تلاميذ عما إذا كان يدرس وينفخ وينادي ولا أحد يستجيب إلا القل القليل فيكون قد ابتلي بتلاميذ هذا حالهم فإلى الله المشتك ولا حول ولا قوة إلا بالله